السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزايكم سنة ربعة؟ هنجمع مع بعض إن شاء الله النهاردة جميع قواعد النحو اللي وردت في الترمي الأول. أول درس معنا هو درس الاسم والفعل والحرف. أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. أقسام الكلمة كلمة لها أقسام أو أنواع اسم وفعل وحرف. طيب أميز إزاي بين الاسم والفعل والحرف؟ طيب أنا عندي علامات للاسم. العلامات دي مش بتدخل إلا على الاسم وبس. العلامات دي هي إيه؟ بالجري والتنوين والندى وقل. بالجري والتنوين والندى وقل. أي كلمة أنا مش عارفة ديه اسم ولا فعل هعمل لها إيه؟ هعرض عليها أي علامة من علامات الاسم اللي هم الجري والتنوين والندى وقل. وعندي كمان علامة جديدة هي التاء المربوطة. عمري ما حلاقي فعل أبداً في تاء مربوطة. عندي كلمة مثلاً زي كلمة حديقة وكلمة حديقة ديه أنا مش عارفة دي اسم ولا فعل. طيب كلمة حديقة دي حديقة فيها إيه؟ فيها تاء مربوطة تبقى اسم. طيب ممكن كلمة تانية زي مثلاً بيد. بيد ديه أنا مش عارفة اسم ولا فعل. هعرض عليها أي علامة من علامات الاسم اللي اتفقنا عليها اللي هم الجري والتنوين والندى وقل والتاء المربوطة. طيب بيد. أول حاجة الجر قلت في بيت. قبلت. حرف الجر يبقى دي اسم. هقول التنوين بيت. قبلت التنوين تبقى الكلمة دي اسم. هدخل عليها أداة الندى اللي هي اليا وقول يا بيته يا بيته على سبيل المجاز مثلاً. قبلت. يا الندى يبقى كلمة بيت دي اسم. تمام؟ بالجري والتنوين والندى وقل. طيب علامة الفعل إنه مش هيقبل أي علامة من علامات الاسم. الفعل مش هيقبل أي علامة من علامات الاسم. ونقول مثلاً كلمة يدرس. أجرب عليه قال. هقول قال يدرس ما نفعتش. هقول يا يدرس بالندى ما نفعتش. هقول التنوين يدرس برضو ما نفعتش. يبقى الفعل لا يقبل أي علامة من علامات الاسم. الفعل لا يقبل أي علامة من علامات الاسم. نراجع مع بعض أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. طيب. الاسم ليه أقسام. والفعل ليه أقسام. والحرف ليه أقسام. نبدأ بالاسم. الاسم ممكن هقسمه لقسمين. ممكن أقول الكلمة دي مذكر. ممكن أقول الكلمة دي مؤنس. يبقى الاسم ليه كثمين مذكر ومؤنس مذكر زي أحمد مؤنس زي فاطمة تمام والاسم ليه تقسيم تاني اللي هو المفرد والمثنى والجمع تمام مفرد ومثنى وجمع طيب المفرد اللي هو بيدل على الواحد أو الواحدة واحد زي طالب واحدة زي طالبة طيب إيه هو المثنى؟ المثنى ما يدل على اثنين أو اثنتين بيدل على إيه؟ اثنين أو اثنتين بزيادة إيه؟ بزيادة ألف ونون أو ياء ونون يبقى إيه هو المثنى؟ ما يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون مدلة على اثنين زي ايه؟ زي طالباني طالباني طالبتاني او بزيادة ياء ونون طالبيني طالبتيني طيب ايه هو الجمع؟ الجمع هو مدلة على ايه؟ اكثر من اثنين او اكثر من اثنتين اكثر من اثنين يبقى جمع طيب عندي انواع للجمع عندي جمع مذكر سالم جمع مؤنس سالم جمع تكسير جمع مذكر سالم جمع مؤنس سالم جمع تكسير جمع مذكر سالم زي ايه؟ زي معلمون معلمين يبقى جمع المذكر السالم ما يدلة على اكثر من اثنين اكثر من اثنين أكتر من اتنين ذكور يبقى جمع مذكر سالم طيب بزيادة إيه بقى؟ بزيادة و ونون أو يا ونون طيب جمع المؤنس السالم ما يدل على أكثر من اثنتين أكتر من اتنين مؤنس يبقى جمع مؤنس وجمع مؤنس سالم هنزود إيه بقى؟ بزيادة ألف وتاء جمع مؤنس سالم بزيادة ألف وتاء طالبة طالبات طالبة طالبات طيب جمع التكسير ما يدل على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين بتغير صورة المفرد تلميذ تلاميذ صورة المفرد اتغيرت كتاب كتب صورة المفرد اتغيرت علم علوم صورة المفرد اتغيرت يبقى الجموع دي كلها جموع تكسير لأن صورة المفرد اتغيرت وبكده خدنا فكرة سريعة عن أقسام الإسم ندخل بقى على أقسام الفعل للفعل أقسام أو أنواع ماضي مضارع أمر ماضي مضارع أمر طب أنا عندي فعل وثبت خلاص أن الكلمة دي فعل لأن هي مقبلتش علامات الاسم تمام؟ الفعل ده أنا مش عارفة أعرف نوعه مش عارفة أعرف نوع الفعل ده ماضي ولا مضارع ولا أمر الفعل ده ماضي ولا مضارع ولا أمر نوعه إيه؟ الماضي حدث 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 حصل وانتهى في الماضي والمضارع بيحدث الآن والأمر بيدل على الطلب طلب فعل الفعل طيب كتب يكتب أكتب فعل يفعل إفعل رسما ماضي يرسم مضارع ارسم أمر يبقى الأمر بيدل على الطلب والمضارع بيحصل الآن والماضي حدث حصل وانتهى في الماضي تمام؟ يبقى الاسم على أقسام والفعل برضو على أقسام والحرف برضو على أقسام طيب الحرف عندي حروف جر وعندي حروف عطف ودول اللي أنا مطالبة بيهم عندي حروف جر في أغنية عملاها لحروف الجر عشان هي كتير جدا ناخد على سبيل المثال من، عن، في، الكاف، وعلى، وهكذا تمام؟ وعندي حروف عطف اللي هي إيه؟ حروف العطف، الوا والفاء، ثم أو في أغنية برضو عاملينها لحروف العطف يبقى الحروف اللي مطلوب مني أحدد نوعها يئمة حروف جر يئمة حروف عطف يجي للحرف يقول للحرف ده نوعه إيه؟ هقول له يئمة حرف جر يئمة حرف عطف اللي عايز يحفظهم يرجع للأغنية حيحفظها في منتهى السهولة وبما إننا بنتكلم عن الإسم والفعل هناخد بالمرة الجملة الإسمية والفعلية الجملة الإسمية مبدوقة بإسم والجملة الفعلية مبدوقة بفعل الجملة الإسمية هي التي تبدأ بإسم والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل طيب للجملة الإسمية أركان وللجملة الفعلية أركان الجملة الإسمية أركان هي إيه؟ المبتدأ والخبر الشمس ساطعة الشمس ساطعة دول ركنين الجملة الإسمية الشمس مبتدأ مرفوع بالضمة ساطعة خبر مرفوع بالضمة وده اللي أنا مطالبة به التلميذ ناجح التلميذ مبتدأ مرفوع بالضمة ناجح خبر مرفوع بالضمة وده بس اللي أنا مطالبة به تمام؟ أحدد المبتدأ وحدد الخبر وأقول علامة رفع المبتدأ وعلامة رفع الخبر أو أضرب مثال تمام؟ الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل تبدأ بفعل مدارع تبدأ بفعل مواضي تبدأ بفعل أمر أهم حاجة إنها تبدأ بفعل للجملة الفعلية ركنين زي الجملة الإسمية الجملة الإسمية لها ركنين اللي هم المبتدأ والخبر والجملة الفعلية لها برضو ركنين إيه هم فعلية يبقى ركنينها إيه؟ الفعل والفاعل تمام؟ الفعل والفاعل كتب الولد مشى أحمد جاءت هند اكتبي يا أسماء يبقى الجملة الفعلية أركان الفعل والفاعل تمام؟ طيب إعراب الفاعل ده هقول إيه؟ أول حجة الفاعل هو اللي قام بالفعل مين اللي مشى؟ أحمد مين اللي جاءت؟ نهال تمام؟ يبقى الفاعل هو اللي قام بالفعل إعرابه إيه؟ مين اللي قام بالفعل؟ الشخص العاقل اللي قام بالفعل طيب الشخص العاقل ده اعرابه ايه؟ الفاعل دايما مرفوع الفاعل دايما مرفوع طيب برفعه بايه؟ برفعه يا أمة بالضمة لو مفرد وبرفعه بالألف لو مثنى وبرفعه بالواو وبرفعه بالواو لو جمع مذكر سالم يبقى برفعه بالضمة لو مفرد وجمع التكسير برضو بيترفع بالضمة وجمع المؤنس السالم برضو بيترفع بالضمة ناخد مثال جاءت الطالبات فاعل مرفوع بالضمة ليه؟ لأنه جمع مؤنس سالم طيب مثال جمع التكسير نجح التلاميذ نجح التلاميذ التلاميذ فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير تمام؟ طيب برفع بالألف امتى؟ برفع بالألف في حالة المثنى بقول نجح فاعل ماضي مبني الطالباني فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى تمام؟ طيب برفع بالواو امتى؟ برفع بالواو مع جمع المذكر السالم زي جاء المعلمونة وقول جاء فاعل ماضي مبني والمعلمونة فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم ودي فكرة سريعة ونبدأ مختصرة عن الجملة الإسمية والجملة الفعلية لشان نلحق نشرح باقي القواعد طيب تاني درس معنا اسمه أسماء الإشارة هذا هذه هذان هاتين هؤلاء للإشارة خمس أسماء في أغنية الأسماء الإشارة هذا هذه هذان هاتين هؤلاء للإشارة خمس أسماء هذا هذه هذان هاتين هؤلاء للإشارة خمس أسماء وده درس أسماء الإشارة الدرس اللي بعد كده بيتكلم عن الضمائر وفي طبعا أغاني للضمائر بتحفظها لنا بسهولة طيب ضمائر المتكلم هنقول أنا ونحن دل مين للمتكلم والمتكلمين أنا ونحن دل مين للمتكلم والمتكلمين أنا للمتكلم ضمير المتكلم أنا ضمير المتكلمين نحن بقول أنا طالب وبنقول نحن طلاب طب للمسنة بقول برضو نحن طالبتاني تمام؟ طيب ضمائر المخاطب لها برضو الأغنية بتاعتها الخمس ضمائر الخطاب دول بيقابلهم ضمير واحد بس اللي هو يو في الإنجلش طيب ضمائر المخاطب الشخص اللي أنا بخطبه بخطب مين بخطب أنت أنت أنتم أنتما أنتن طيب ضمائر الغائب اللي هما مش موجودين ضمائر الغائب اللي هي بتبدأ بالهاء الغائب اللي هو الشخص اللي مش موجود اللي بقول عليه هو هي الناس اللي مش موجودة بقول عليهم إيه هو هي هما للمسنة هو هي هما هم وهن وبكده خلصنا درس الضمائر واللي عايز يحفظهم يرجع للأغنية إن شاء الله حيلاقيها في قيمة أغاني النحو الدرس الوراء الأسماء الموصولة هنقول أجمل أسماءه بكل سهولة هي الأسماء الموصولة الذي واللاتي الذي واللاتي واللذاني واللذين واللاقي واللاتي تمام في أغنية مخصصة للأسماء الموصولة نحفظها إن شاء الله طيب لو طلب مني استخرج أداة نفي أدوات النفي كلها بتبدأ بحرف اللام لا لم لن دول أدوات النفي لا لم لن لا لم لن دول أدوات النفي تمام؟ طيب لو قال لي حدد نوع الإسلوب عندي إسلوب تعجب أسلوب تعجب تمام؟ زي ما أبعد النجومة ما أبعد النجومة وأسلوب التعجب ده يبدأ بما وينتهي بعلامة التعجب ما أبعد النجومة وحط علامة وحط علامة التعجب تمام؟ تاني حاجة عندي أسلوب النداء وده بيبدأ بأداة النداء ونقول يا محمد أطع والديك يا محمد ده أداة النداء وده المنادة يا محمد ده أسلوب نداء عندي كمان أسلوب استفهام بيبدأ بأداة استفهام وينتهي بعلامة استفهام ماذا رأيت في الحديقة؟ ده أسلوب إيه؟ استفهام مبدوء بأداة استفهام ومنتهي بعلامة استفهام ماذا؟ ماذا؟ رأيت في الحديقة؟ عندي كمان أسلوب النهي وده طبعا بيبدأ بلا لا تلوث البيئة لا تلوث البيئة تمام؟ عندي بقى أسلوب نفي لن أغضب أبي مبدوء بأداة نفي يبقى أسلوب نفي لن أغضب أبي وناخد بالنا من درس مهم جدا هو علامات الترقيم في أغنية عاملها العلامات الترقيم جمعتهم كلهم هنلاقيها في قيمة أغاني النحو وحنشرحها دلوقتي إن شاء الله بالتفصيل أول حاجة علامة التعجب بحطها في نهاية الجملة للدلالة على الدهشة علامة التعجب في نهاية الجملة بحطها للدلالة على الدهشة زي ما أبعد النجوم طيب علامة الاستفهام بحطها في الاستفهام في السؤال المبدوء طبعا بأداة استفهام تمام؟ طيب بين جملتين بحط الفصلة المنقوطة إمتى؟ عندي جملتين عندي جملتين بحط بين الجملتين دول فصلة منقوطة ليه؟ لما تكون التانية سبب للأولى لما تكون التانية سبب للأولى بين جملتين فصلة منقوطة عشان التانية سبب للأولى ذهبتوا إلى النادي لأمارس الرياضة ذهبتوا إلى النادي دي الجملة الأولى لأمارس الرياضة الجملة الثانية بينهم فصلة منقوطة ليه؟ عشان الثانية سبب للأولى بين جملتين فصلة منقوطة عشان الثانية سبب للأولى طيب بستقدم الفصلة إمتى؟ الفصلة بفصل بيها بين المعطفات بعط في اسم على اسم أو فعل على فعل أو بعط في جملة على جملة طيب النقطتين اللي فوق بعض النقطتين الرأسيتين اللي فوق بعض نقول والنقطتين فوق بعض بشكل جميل بعد القول أو التفصيل والنقطتين فوق بعض بشكل جميل بعد القول أو التفصيل يعني ايه بعد القول يقول مثلا كلمة قالا وحط نقطتين وحط جملة القول قالا إن العلمة نور كلمة إن العلمة نور دي قابليها النقطتين الرأسيتين دولة علشان دي جملة القول طيب أنا بقى خلصت الجملة كلها وأتميت المعنى خلاص ومش هاطف عليها حاجة تاني أعمل إيه أحط نقطة وأنهي كلامي طيب خلصت الفكرة كلها وخلصت الجمل اللي فيها كلها أخر الفكرة هعمل إيه أحط نقطة يبقى النقطة بعد إيه بعد نهاية الجملة أو بعد نهاية الفكرة إمتى بنحط النقطة في نهاية الجملة أو الفكرة نتكلم بقى عن التعبير الحقيقي والتعبير المجازي علشان ده سؤال مطالبين بيه في الامتحان بيقول لي نوع التعبير حقيقي ولا مجازي قلت الجندي أسد ده تعبير طبعا مجازي عشان هو مش أسد هو واخت شجاعة الأسد أما لو قلت الطفل نظيف ده طبعا تعبير حقيقي لأنه هو وصف الواقع من غير أي مبلغة أو من غير أي تشبيه وفيه استدراك سريع عايزين ننبه عليه أن الحروف اللي إحنا مطالبين بيها هي حروف العطف تمام اللي هي الوا والفا ثم أو وليها الأغنية بتاعتها والحروف الجر وليها الأغنية بتاعتها لو عايزين ترجعوا لها عشان تحفظوها كلها وعندي حروف النفي يبقى أنا مطالبة بحروف العطف وحروف الجر وحروف النفي وحروف النفي اتفقنا أنها بتبدأ باللام اللي هي لم ولا ولن وكده بفضل الله سبحانه وتعالى وكرموا علينا قادرنا نلم كل قواعد النحو اللي احنا مطالبين بيها وعايز أقول لكم اللي لاقي أي صعوبة في حفظ أي قسم من الأقسام دي أو أي مجموع من المجموعات دي يرجع للأغنية بتاعتها حيلاقيها ان شاء الله سهلة ويقدر يستحضرها بإذن الله بسهولة وبكده الحمد لله رب العالمين أتمينا منهج النحو بتاع الترمي الأول واتمنى لكم يا رب النجاح والتوفيق وترجعوا ان شاء الله فرحانين من الامتحان واشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته